فإذا كلمة الله يعني هي كلمة يونانية مثل ما ذكرت العقل الإلهي لكن يحن عاوز يعرفنا الكلمة شخص وهذا الشخص هو يسوع المسيح نعم في اليونانية اللوغس هو العقل الإلهي وفي اليهودية الحكمة العهد العديم يتكلم كثير عوان الحكمة فكتبت العهد الجديد بيقولوا لليهود أنه الحكمة اللي أنتوا بتحدث عنه ده شخص وبيقول لليونان اللوغس العقل اللي أنتوا بتحكوا عنه ده شخص يسوع مشان هيك رسالة يحنى مش بس كان يحارب البدع رسالته إلى كل العالم المسيح مخلص العالم العالم شيء آخر أظهره المسيح اتكلم عنه أيضا يحنى في الرسالة الأولى ما يسمى الحياة الأبدية الحياة الأبدية إحنا ما نعرفش الحياة إحنا بسبب الخطيئة والسقوط نعرف الموت فإن الحياة أظهرت الحياة فيه أزلا الحياة دي ذات حياة الله لأن احنا نؤمن أن الله حي نعم ما نوعية حياته يعني أنا أنظر أسيس نظار إلى شجرة حية حية بس فيها نوع حياة مختلف عن اللفية فيها حياة اسمها الحياة النباتية ده نوع صنف مفهوش مشاعر مجرد جسم بلا نفس وبلا روح لو نظرت إلى الحيوانات ممكن ألاقي كلب أنا قاعد عند بيتر في البيت تمام فعنده كلب بيحبه كل مرة بندخل البيت استقبال حافل ليه؟ لأن فيه نوع أعمق من التواصل ليه؟ لأن الحيوانات فيها نفس والإنسان في نفس ففيه تواصل على المستوى النفسي للدرجة هو بيشعر لو أكنت حزين أو أكنت فرح لكنه ما يقدرش يفهم لأنه ما فيهوش روح فعشان كده ما فيهوش تواصل لو شفت إنسان نحن جاعدين مع بعض فيهو تواصل كامل ليه؟ لأن فينا نوع آخر من الحياة عبارة عن روحه ونفسه وجسد ففيه روح إنسانية عاقلة وفيه فكر وفيه إرادة ففيه فهم للشعر فيه فهم للكتابات فيه فهم للنقاش فيه فهم للتاريخ فيه 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 طيب لو الله حي ما نوح حياته نوح حياته يحدثت عنها الكتاب مقدس اسمها الحياة الأبدية عشان كده ما اسمهاش حياة أبدية كان فيه منها كتير لا اسمها الحياة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة